المرأة اليمنية تثبت يوما بعد آخر قدرتها على التحدي والصمود والإبداع في رسم مستقبلها رغم صعوبات العيش التي أنتجتها الحرب وما تلاها من أزمات اقتصادية سماح جمال خريجت كلية الصيدلة بدأت مشروعها بإمكانيات بسيطة من داخل المنزل وبميزانية متواضعة مستعينة بدراستها وتطوير خبراتها ودعم عائلتها حتى تمكنت خلال فترة قياسية من خلال المثابرة والعمل المستدام على أن تمتلك مشروعها الخاص في مجال المستحضرات العضوية للعناية بالبشرة والشعر الحمد لله أول ما بدأت تشتغل بمنتقين أو ثلاثة وتم إنزالهم إلى السوق طبعا كان إقبال كبير أنا ما كنت متوقعة هذا الإقبال الكبير كان عندي معمل بالبيت أشتغل فيه إنما كان المساحة ليست مستوعبة كمية الشغل اللي بعد كده تطورنا صال عندنا موظفيين صال عندنا إنتاج أقوى وهذا اللي تم اليوم عندنا نحنا أكثر من ثلاثين منتق الصعوبات اللي تواجهها كانتني بعيدة عن المنطقة اللي بتوفر فيها المواد اللي أستخدمها كمان الصعوبات اللي تواجه كل تاجر أو كل صاحب مشروع ارتفاع الصرف نزول الصرف نجاح التجربة والشغف الكبير كان حافزا أمام سماح لتطوير مشروعها وتوسعته لينمو بطريقة أبهرتها لتمتلك اليوم خط إنتاج أكبر في كل مديريات عدن ومختلف المحافظات لتجعل من الصعوبات بداية نجاح ومن التحديات الدافعا على الاستمرار والعطاء لتحقق ناجاحا ملموسا في سوق العمل كثير بنات يعينا صحوا نحنا فيه المواد اللي فيه الحروة اللي فيه إن المواد اللي فيه طبيعية يعني مش هم كريمات ومثلا بتقول إن كريم بيكون في مواد كيماوية يمكن يطلع لك أبرار جانبية يعني مثلا المواد اللي فيه مواد طبيعية لو مثلا ما سوتش أي نتيجة مثلا برغم من النتيجة ما شاء الله حقا يعني تظهر سواء مثلا أنا اللي اشتري أو من كثير ناس يعني قد اشتروا من قبل صعوبات العيش خلال الحرب ومات لها من أزمات اقتصادية جعل المرأة تقف وجها لوجه أمام خيارين إما الانتظار للمساعدة أو أن تأخذ زمام المبادرة وتفكر في طرق تؤمن فيها حياة كريمة ما دفع سماح والعديد من النساء إلى ابتكار حلول وخوض مضمار العمل فأصبحنا مسؤولات ومؤثرات ليس فقط في منازلهن بل في محيطهن ككل من خلال أعمال ناجحة ومبتكرة في مجالات عدة اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر